مجلس الشورى مجني عليه والتصالح مع الجهة الإدارية في الدعوة الجنائية يأتي ذلك فيما قرر المجلس تأجيل النظر في مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى تنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن القانون عوضا عن تنظيمها في اللوائح والقرارات لمزيد من الدراسة مما يوفر الحماية القانونية للموظف من أي قرار قد تتخذه الإدارة بوقف صرف هذه العلاوة فيما قرر المجلس كذلك تأجيل النظر في مشروع قانون تنظيم سوق العمل والذي يهدف لتحميل العامل المخالف تكاليف عودته لبلاده وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة قبل أن يأخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل الفقرة ألف من المادة 284 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 ميلادية تحمل تذكرة العامل الهارب في عدة خيارات وعدة مقترحات في ذلك رأيي الحكومة كان بأن لا زال الموضوع يحتاج حق مزيد من الدراسة يعني بالنسبة إلى تحميل العامل أو تحميل صاحب العمل أو تحميل هيئة تنظيم سوق العمل كلفة التسفير أو مغادرة العامل المخالف محتاج حق تدرس تبعاته المالية وتبعاته الإدارية وتبعاته القانونية فيما يتعلق بدور وزارة الخارجية ينحصر بالتأكد من موائمة هذه القوانين وهذه الإجراءات الجديدة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقيات التي انضمت إليها ملكة البحرين وصادقت عليها وأصبحت ملزمة وبالتالي أكدنا للمجلس أن في حالة الإجاب أو السلب لا تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان بحيث أن الموضوع يتعلق بعقد العمل بين الموظف وأرباب العمل وأيضا بين أطراف الإنتاج والعمل وينظمها قوانين العمل في الدولة سوق العمل أموالها أموال عامة فكيف يتكفل المواطن بترحيل عامل هو المخالف في الأساس كان بعد المداخلات أصرت أنه لازم جهات الدولة الرسمية تاخد في أين الاعتبار في أثناء برامل اتفاقات مع الدول المصدرة للعمالة أن تكون سفاراتها مثل ما هي تدافع عن حقوق عمالتها في البحرين تكون سفاراتها بعد مسؤولة عن إتمام العقد إذا خالف عامل شروط العمل كان هناك في لجنة تشريعية قضية الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية كان الخلاف أيضا أنه إسقاط الدعوة بعد التصالح وهذا كان الخلاف بينه وبين الحكومة أن أحيانا الدعوة يكون هناك فيها أيضا مطالبات كالحق العام وأعتقد أنه لا تعارض يعني القضية نتكلم بين المدعي والمدعى عليه فأما الحق العام ممكن حافظه لكن القانون دقيق فيحتاج إلى تعديل لذلك نحن بدرنا بسحبه يعني تعديله وتقديم مرة ثانية بالصيغة التي ممكن أن توافق عليها الحكومة أعتقد أن هناك عدد كبير من الجداول الدرجات العموية والخصوصية والتخصصية والتنفيذيين والمعلمين لو تم إضافة أو تثبيت النسبة 3% سوف يكون فيه أضرار كبير لصغار الموظفي الدولة ويكون بشكل مجزي للموظفين التنفيذيين ومهم في الدرجات العليا لذلك ارتاعت اللجنة حذف هذا النسبة والمادة وبالتالي تم سحب هذا المشروع للتوافق أيضا مع لجنة الشئ المالية والحكومة على هذا المشروع ترجمة نانسي قنقر